التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ مع الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء الشاهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة حيث أكد الرئيس السيسي استعداد مصر لنقل تجربتها في رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى شقيقتها جزر القمر فضلا عن تفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات لا سيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع مصر مع جزر القمر على المستويين العربي والإفريقي من جانبه أعرب رئيس جزر القمر عن تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعبا ولدورها الرائد في القارة الإفريقية مؤكدا الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الإفريقي كما تبادل الرئيسان الرؤى حول عدد من القضايا الإفريقية المطروحة على الساحة واتفقا على مواصلة التشاور بشأن سبل إيجاد حلول للأزمات الإفريقية